السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسول الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يوال إخوة الأعزاء ما زلنا مع التلخيص والموجز لمادة التوحيد القول السديد في علم التوحيد وقلنا بأن التفصيل والتفسير الكامل لهذه المادة عندنا في الجربات فمن أراد فل يراسلنا على الواتساب 012-37-73-23 نأخذ هذا الموجز وهذا الملخص في صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام أو صفات الرسول عادي نقول صفات الرسول أو صفات الرسل طبعا عندنا صفات الرسل يا جماعة إجمالا نقول كل كمال بشري يليق بذاتهم المكدسة كل كمال بشري كل كمال بشري أهي كتير طيب هنأخذ تفصيلا تفصيلا أربع صفات الصدق والأمانة والتبليغ والفطن الصدق والأمانة والتبليغ والفطن طبعا هنأخذ التعريف ودي للعقل والنقل نقول أنها موجز طيب نأخذ الصدق أولا الصدق هو مطابقة الخبر الواقع كلامي بطابق الواقع قلت لك هناك سيارة خارج البيت فنظرت فوجدت السيارة كلامي بطابق الواقع قلت لك هناك حادث قلت لك حادثة كذا طيب استلاحا يعرف بتعريفيني بالمعنى العام مطابقة حكم الخبر الواقع بحسب الاعتقاد مطابقة حكم الخبر الواقع بحسب الاعتقاد أنا أخبرتك بكلام وأنا أعلمه جدا وهو في نيتي لكنك إذا نظرت بعد ذلك فتجد عكس كلامي ولكن أنا أتكلم عن نيتي أوضح لك هذا الكلام بمثال هو ذكر أصلا مثال لو قلت لك هناك سيارة خارج البيت وأنا داخل البيت أنا الآن دخلت البيت فأخبرت أخي بأن هناك سيارة خارج البيت فنظر أخي من النافذة فلم يجد سيارة خارج البيت وكانت السيارة قد صارت في طريقه فأنا على نيتي صادق لأني وجدتها قبل أن أدخل فلما أخبرت أخي ونظر لم يجدها وجدها مشت فأنا صادق في اعتقادي وفي نيتي هذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرهم بهذا الأمر أخبرهم بأمر على نيتي وعلى اعتقاده ولكنهم وجدوا غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فصلاه ركعتين وسلم فلما انتهى من الصلاة ركعتين اتنين فقط وسلم قالوا يا رسول الله أكاصرت الصلاة ولا نسيت سؤاله يا رسول الله أكاصرت الصلاة أم نسيت حاجة من الاتنين يا هي قاصر يا أنت نسيت يا رسول الله قال كل ذلك لم يكن يعني لا هي قاصرت ولا نسيت كده يا الرسول بيتكلم على إيه على نيتي وعلى اعتقاده فهو صادق فيما قاله ولكن إذا نظرت للواقع فستجد هذا كذبا يعني حاجة من الاتنين هي كصرط ينسي ولكن ويتكلم عن إيه عن نيته وعن اعتقاده فقال كل ذلك لم يكن فهذا اسمه مطابقة اسمه عن عام مطابقة حكم الخبر الواقع بحسب الاعتقاد ثم لما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر كذا واحد من الصحابة أخبر النبي بأنه وصل ركعتين فقط فقال نعم إني نسيت إنما أنا بشرون مسلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيته فذكروني طيب تعريف بقى الصدق بالمعنى الخاص وده اللي إحنا طلبين وده اللي إحنا عايزينه وده درسنا لو مطابقة حكم الخبر الواقع بحسب نفس الأمر الحاجة التي يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه يبلغها دون زيادة ولا نقصان ده المطلوب بقى هو دعوة الرسالة تمام ده التعريف ده تعدي العقل بقى هنقول لو لم يكونوا صادقين لكانوا كذبين ولو كانوا كذبين لجاز الكذب في خبره سبحانه وتعالى والكذب على الله مستحيل إذن الكذب على الرسل مستحيل فيجب لهم الصدق نقرأ الموجود لو لم يصدقوا للازم الكذب لأنه لم يكنوا صدقين لكانوا كذبين لكن كذب خبر الله تعالى محال نحن نقول خبر الله هذا كذب محال أثبتنا قبل ذلك في الإلهيات أن الله سبحانه وتعالى مستحيل عليه الكذب فما يؤدي إلى عدم صدقهم ما يؤدي إلى كذبهم مستحيل نقول لو لم يكنوا صادقين لكانوا كذبين ولو كانوا كذبين لازم الكذب في خبر الله وهذا مستحيل فما يؤدي إلى كذبهم مستحيل فيستحيل عليهم الكذب ويجب لهم الصدق الدليل نقلي يعني من القرآن وما ينطق عن الهواء أو خذ ذلك للآخر يعني عشان تكون الكلمة من نفس الآية وصدق الله ورسول وصدق الله ورسول تمام طيب تعالى بقى عندي التبليغ عرف تبلغ لغة العلم علم الشيء أو تعليم الشيء بلغتك الأمر أعلمتك به تمام بلغتك الأمر أي أعلمتك به اصطلاحا هو إيه الرسل يخبره الناس بالشرع هو إخبار الناس بالوحي الذي أنزل على الرسول وأمره بتوصله للخلق تمام إديال عقلي على وجوب التبليغ هنقول لو كتموا شيئا لو كتموا شيئا مما أمره بتبليغه وجاز أنهم يكتموا حاجة يبقى احنا نعمل زيه لكنا مأمورين أن احنا نكتم العلم لكننا منهيين عن ذلك الله لعن الذين يكتمون العلم يبقى لو كتموا شيئا فيجب أن نقلدهم ونكتم ولكن هذا نهان الله عنهم فكتمانوا العلم باطل وحرام تمام الدائل يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيت والهدى من بعد ما بيانناه الناس في الكتاب ولكن علهم الله ويلعنهم اللاعنون يبقى اللي بيكتم حاجة ملعون طب عارف الفطانة الفطانة اللي هو الزكاء يعني واجب لهم الزكاء نعم الفطانة وحدة العقل وزكاء الدليل بحيث يتمكن متصف بها اللي هو الرسول زكي بحيث يتمكن متصف بها من الزام المخالفين وردد عوام الباطلة وإفهم المعاندين تمام ده لازم يكون زكي علشان يبطل حجاجهم ويبطل شبهاتهم ويلزمهم الحجة ده العقل لو لم يكونوا فطناء لو ما كانوش أزكياء لكانوا بلذاء وعجزين عن إقامة الحجة ويبقى إرسالهم عبس والعبس ده مستحل على الله ربنا بيهزرش والعبس مستحل على الله خلاص يبقى استحل عليهم البلادة وجدت لهم الفطان دليل نقلي ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة واللي بيدعو بالحكمة والموعزة الحسنة دي بقى إيه يبقى زكي تمام طيب عارف الأمانة عارف الأمان الأمانة هي حفظ الله تعالى ظواهرهم وبوطنهم من التلبس بمنهين عنه ربنا حفظ ظواهرهم الظاهر لا يشتم ولا يأزي ولا يضرب ولا يمشي الحرام ولا ينظر بعيني الحرام ولا يسمع حرام وربنا حفظ بوطنهم من الحقد والحسد والبغض والكرهية حفظ الله تعالى ظواهرهم وبوطنهم من التلبس بمنهين عنه كالقتل والحسد أو هي لطفة من الله تعالى بالعبد يحمله على الخير ويزجره عن الشر عند الحكماء لك يا ملك يتمنع العبد من الفجور المهم خانا في الدلال العقلي أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باتباع الخائنين الله سبحانه وتعالى لا يأمر باتباع الخائنين وربنا أمرنا باتباعهم وأطيع الله وأطيع الرسول وربنا ما يمرش بالتباع الخائن أبدا فاستحالت عليهم الخيانة واجبت لهم الأمانة الدليل إني لكم رسول أمين أقسام المعجزة أقسام المعجزة المعجزة يمكن أن تكون كولا أو غير كول كول أو فعل أو ترك المعجزة أقسامها باعتبارها كولا أو غير تنقسم إلى معجزات كولية زي القرآن والأحاديث معجزات فعلية زي صلوا كما رأيتموني أصلي العفوا صلوا كما رأيتموني أصلي ده فعلة حديث نبو مش معجزة طيب باعتبارها قولا يبقى القرآن والأحاديث باعتبارها فعلا كنبع الماء وتكليم الضب له تمام نبع الماء مبين أصابعه وتكليم الضب له وإيه كمان وحنين الجزع له ودي فعله ترك معجزة ترك عدم إحراق النار لسيدنا براهي عدم إحراق النار لسيدنا براهي ده معجزة بس مش معجزة فعلية ده معجزة بالترك أقسام المعجزة باعتبار ثبوتها في معجزة ثابتة بطريق التواطر وفي معجزة ثابتة بطريق الأحاد بالتواطر زي القرآن الكريم ثابت بطريق التواطر يعني إيه نكلاه جمع عن جمع عن جمع لأن وصل إلينا آلاف بل ملايين حفظين القرآن الآن ويبلغوا لملايين الأحاد اللي بقية المعجزات التي توصلت إلينا اللي هو تكليم الضب له وحنين الجزع مثل هذه الأشياء الغمام تظليل الشجر له ده كل ده معجزات ثبتة ضرق الأحاد باعتبار كونها معقولة ومشاهدة نوعين برضو في معجزات لا تشاهد معنوية معقولة كالأحادث والقرآن معجزات مشاهدة يعني معجزات حسية حصلت زي انشفاء بالقمر زي رد عن قتادة نبوع الماء بين أصابيع صلى الله عليه وسلم دي بتتشاف وخلاص دي انتهت انتهت بخلاص بوافاة النبي صلى الله عليه وسلم ما الأدلة على صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة فعندنا أدلة عقلية وأدلة حسية قلت واني بشرح في الشرح التفصيلي ان الأدلة على صدق دعوة الرسالة هي الأدلة على المعجزات تمام الأدلة على ان النبي صادق في دعوة هناك أدلة عقلية وهناك أدلة حسية فالأدلة العقلية القرآن الكريم صادق على دعوة النبي يعني لما تكر القرآن الكريم تستخرج منه أدلة على أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم سرته قبل الباس تدل على صدقه هو كان أصلا صادق الأمين إخبار الكتب السماوية وإخبار الأنبياء السابقين وطبعا فقط تفصيل كبير الكتب السماوية شهدت للرسول بالنبوة والأنبياء السابقين شهدوا له بالنبوة فإذا يدل على أنه صادق إخباره بالمغيبات النبي أخبر عن حاجات حتحصل في المستقبل وحصلت يدل على أن النبي نبي أو لا زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم غلبت بعد 15 سنة من وفاة النبي فعاد سيدنا عمر بن الخطاب انتشار الإسلام بسرعة على مسبق كلها مسيل دي يدل على أن النبي صادق قاد العقل والنقل بأن وظيفة الأنبياء هي تكميل النفوس البشرية ومعالجة الأمراض القلبية وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم ربانا وعالجنا وكملنا من كل شيء هناك أدلة حسية يعني تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق المعجزات الحسية الخارقة العادة اللي احنا أقول ذكرناه تمام اللي هو مثلا تقدر تقول نبع الماء بين أصابيع حنين الجيزة وتكليم الضب له وتكليم الجمل له إجباع الخلق الكثيرين من طعام قليل وهكذا كده المعجزة تكلمنا عن المعجزة والأدلة على صدق للنبي صلى الله عليه وسلم والصفات الواجبة للرسل بعد كده ناخد النصوص المهمة لعدم العسمة يعني نص يكون قدامك ويحسسك أن النبي مش أمين أو مش صادق فاحنا هنفسر النص ونقول له النص معناه كذلك بآيات توهم توهم يدخل عليك الوهم يعني توهم أن النبي غير صادق أو غير أمين أو غير مبلغ أو أنه ارتكب زنبا أو ارتكب معصية فاحنا نرده ونفسر الآية بالطريقة السليلة أسأل الله تبارك وتعالى نوفقكم ونصلح عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته